أمام العزاء من قناة أحباب الرسول الكتاب المزنوع وعدنا اليوم مع شخصية جديدة من كتاب صور بن حياة الصحابة تأليف الدكتور عبد الرحمن رابط الباشي صحيحنا اليوم هو أبو شفيان بن الحارس أبو شفيان بن الحارس سيد كتين الجنة محمد رسول الله خلى أن اتصلت الأسداب بين شخصين وترثقت العرى بين السنين كما اتصلت وترثقت بين محمد بن عبد الله صلوات الله وزلامه عليه فبينها اليوم سفيان بن الحارس وقد كان أبو سفيان لدة من الجاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربا من أترابه فقد ولد في زمن متقارب ونشأ في أسرة واحد وكان ابن عم النبي لسيق فأبوه الحارس وعبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم القواني الحجران من سلد عبد المطلق ثم إنه كان أخا للنبي من الرضا فقد غذت هما السيدة الحليمة السعرية من ثليها معا وكان بعد ذلك كله صديقا حميا لرسول صلوات الله عليه قبل النبوة وأشد الناس شبها منه هل رأيت أو سمعت قرابة أقرب أو أواصل أمتنى من هذا الذي كان بين محمد بن عبد الله وأبي سفيان بن حارس لذا فقد كان المظنون لأبي سفيان أن يكون أسفق الناس إلى تنبيه دعوة رسول صلى الله عليه وسلم وأسرعهم ودلقا إلى إتباعهم لكن الأمر جاء على كناف كل ما يترفعهم وتوقعون إذ ما كاد رسول صلى الله عليه وسلم ينظر دعوتهم وينظر عشرة حتى شبت نار الضغير وكبيت نفسه أن يشدعنا على رسول صلى الله عليه وسلم فاستحارت الصداقة إلى عداوة والرحم إلى قطيعة والأخوة إلى صد وإعراض ولقد كان أبو سفيان بن حارس يوم صدع رسول صلى الله عليه وسلم أميرا به فارسا من أنبه فرسان قريش ذكرى وشاعرا من أعلى شعرائهم كعبة فوضع سنانه ولسانه في مقربة رسول صلى الله عليه وسلم ومعاداته ومعادات دعوته وجند طاقاته كلها للمكاتل الإسلام والله فمخار القريش حربا ضد النبي إلا كان مسعيرها ولا أوقع عند المسلمين أذى إلا كان له فيه نصير ولقد إيقظ أبو سفيان شيطان شعره وأثنق لسانه فيه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقد فقال فيه كلاما مقذعة فحشا موجعة وطالت عداوة أبو سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم حتى قاربة عشرين عاما لم يترك خلالها ضربا من ضرب الكيد للرسول إلا فعلا ولا صنفا من صنوف الآذى للمسلمين إلا اجترحوا وباء الإسلام وقبيل فتح مكة بقليل كتب كتب لأبي شفيان أنيوستين وكان لإسلامه قصة مثيرة وعاتها كتب السيرة وتنقلتها أسفر التالي فلنترك للرجل نفسه الحديث عن قصة إسلامه فشعوره بها أعمق وصفوه لها أدق وأزقال لما استقام أمر الإسلام وقر قراره وشعر أخبار توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليفتحها ضاقت علي الأرض المعرفة وقلت لأين أذهب ومن أين أصحب ومن مع من أقول ثم جئت زوجتي وأولادي وقلت تهيأوا للخروج من مكة فقد أوشك مؤفول محمد فقال لي أما آل لك أن تبصر أن العرب والعجم قد جانت لمحمد بالطاعة واعتنقت دينه وأنت ما تزال مصطرا على عدواتي وكنت أولى الناس بتأييبه ونصره وما زال بيعطفونني على دين محمد ورضبان فيه حتى شرح الله صدر الإسلام كنت من توية قلت لغلامي مذكور هيئ لنا نوقا وفرسا وأخذت معي ابن جعفر ودعلنا نغذر السيرة نحو الأبواء بين مكة والمتقاد بلغني أن محمدا نزل فيها ولما اخترت منها فنكترت حتى لا يعرفني أحد فأقتل قبل أن أصل إلى النبي وأعلن إسلام بيني وضايض أمشي على قدمي نحو منهم وطراء المسلمين طمضي مجلمة شطر مكة جماعة إثر جماعة فكنت أتنحى عن طرقهم فرقا منهم وخوفا من أن يعرفهم أحد من أصحاب المحمد وفيما أنا كذلك اصطلع رسول صلى الله عليه وسلم في مكبه فتصديت له وقبت تلقاءه وحسرت عن وجهه فما أملأ عينيه من عني وعرفني حتى أعرض عني إلى ناحية أخرى فتحولت إلى ناحية وجهه فأعرض عني وحول وجهه فتحولت إلى ناحية وجهه حتى فعل ذلك من أرى كنت لا أشك وأنا مقبل عن نبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفرح بإسلامي وأن أصحابه سيفرحون لفرحه لكن المسلمين حين رأوا إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عني تجهموا لي وأعرضوا عني جميعا لقد لقيني أبو بكر فأعرض عني أشد الإعراض وراظرت إلى عمر نظرة أستلين بها قلبه وجدته أشد إعراض من فحره بل إنه أغربي أحد الأنصار فقال للأنصاري يا عدو الله أنت الذي كنت تؤذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعوزي أصحابك وخبلت في عداوة النبي مشارق الأرض ومغربها وما زال الأنصاري يستطيل علي ويرفع صوته والمسلمون يقتحمونني بعيونه ويسرون منا أولاد عند ذلك أبصرت عني العباد فلزت به وقلت يا عم قد كنت أرجو أن يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي لقربته منه وشرفي في قومي وقد كان منهما تعلم تكلمه فيي ليرضع عني فقال لا والله لا أكلمه كلمة أبدا بعد الذي رأيته من إعراضه عنك إلا إذا سلحت فرصة فإني أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهابه فقلت يا عم إلى من تكلني إذا فقال ليس لك عندي غير ما سمع فتملتني الهم وراتبني للحجز ولم ألبت أن رأيت ابن عم علي بن أبي طالب تكلمته في أمر فقال لي مثل ما قالت عمنا العباد عند ذلك رجعت إلى عم العباد وقلت يا عم إذا كنت لا تستطيع أن تعطف علي قلب الرسول فقف عني ذلك الرجل الذي يشتوني ويضر الناس بشكل فقال صف لي فصفته له قال ذلك نعيمان بن الحارس النجاري فأرسل إليه وقال يا نعيمان إن أبا تكيان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أكيد وإن يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحصة عليه اليوم فسيرضى عنه يوما فقف عنه وما زال به حتى ربيب أن يكف عني وقال لا أعرض له بعد الساعة ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فجلست على هذا المنزل ومعني ابني جعفر قائما فلما رآني هو ثاج منزله أشه عني بوجهه أي أسأل من استرضائه فجعلت كلما نزل في منزل أجلس على بابه وأقيم ابني جعفرا واقفا بإزائي فكان إذا أبصرني أعرض عني وقيت على ذلك زمنا فلما اشتد علي الأمر وضاق قلت لزوجتي والله ليرضي أن عني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا أقدن اليد إذن هذا ثم لنذهبن هائمين على وجهينات الأرض حتى لموت جوعا وعطا فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لي وما خرج من قبته نظر إلي نظرا ألين من النظر الأول وكنت أرجو أن يت ثم دخل رسوله عليه الصلاة والسلام مكة فدخلت في ركابه وخرج إلى المسجد فخرجت أسعى بين إليه لأفارقه وعلى حال ولما كان يوم حنين جمعت العربة لحرب النبي عليه الصلاة والسلام ما لن تجمعك وأعدت بلقائي ما لم تعدهم قد وعزنت على أن تجعلها القاضية على الإسلام والنساء وخرج رسول صلى الله عليه لطائهم لجموع من أصحابه فخرجت معه ولم رأيت جموع المشركين الكبيرة قلت والله لأكفرن اليوم عن كل ما سلف منه من عداوة رسول الله عليه وسلم ولي يرمى الضمري من أثلي ما يرضى الله ويرضيه ما يرضى الله ويرضيه ولما التقى الجمعان اشتدت وأطأت المشتدين على المشتدين فدب فيهم الوهن والفشل وجعل الناس يتفرقون عن النبي وكادت تحل بنا الهديم المنكر فإذا برسولي صلى الله عليه فداه وأبي وأم يثبت في قلب المعرقة على دغنة الشهداء كأنه الطوض الراسخ وجر سيفه ويجالد عن نفسه وعن من حوله كأنه ليس عال عند ذلك وثبت عن فرسي وكسرت غند سيف والله يعلم أني أريد الموت دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عم العبات برجام بغلة النبي ووقف بجانبه وأخذت أنا مكاني من الجانب الآخر وفي يمين سيفي أجود به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما شمالي فكانكم سكة بركابه فلما نظر النبي إلى حسن بلائي فقال لعم العبات من هذا؟ فقال هذا أخوك وابن عمك أبو سفيان بن الحاج فرض عنه أي رسول الله فقال قد فعلت وغفر الله له كل عداوة عادي ليها فاستطار فؤالي فرحا برضى رسول الله عليه وسلم عني ومقبلت رجله في الركاب ثم التفت إلي فقال أخي لعمري تقدم فضالك ألهمت كلمات رسول صلى الله عليه حماسته فحملت على المسلمين حملة أذالتهم عن مواضعه وحمل مع المسلمون حتى طردناهم قدر فرسخ وفرقناهم في كل وقت ظل أبو سفيان بن الحارس من زحنين ينعم بجميل رغى النبي عنه ويسعد بكريم صحبك ولكنه لم يرفع نظره إليه أبدا ولم يسبب تصرفه في وجهه حياء منه وخجرا من ماضيك معه وقد جعل أبو سفيان يعض بنا للندم على الأيام السودة التي قضاها في الجاهلية محجوبا عن نور الله محروى من كتابه فأكبع للقرآن ليله ونهاره يتلو آياته ويتحقى في أحكامه ويتملى من أذاته وأعرض عن الدنيا وظهرتها وأقبل على الله بكل جارحة من جوارحه حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم حين رآه تتورف من يدخل المسجد فقال العائشة رضي الله عنها أتدين من هذا يا عائشة قالت لا يا رسول الله قال إنه ابن عم أبو سفيان بن الحارس انظري إنه أول من يدخل المسجد وآثل من يخرج منه ولا يفارق بصره شراق نعلم ولما نحقى رسوله صلى الله عليه وسلامه عليه بالرفيق على حجن عليه أبو سفيان بن الحارس عزنا الأم على وحيها أبكاه بكاء الحبيب على حبيبه ورثاه بالقصيرة من غرر المراث وفيه بلوعة وتجونة وتذوب حسرة وأمينة وفي خلافة الفاروق رجال الله عنه أحس أبو سفيان بنه وأجله فحفر بنفسه قبره بيديه ولا يمضي على ذلك غير ثلاثة أيام حتى حضرته الوفاء كأنه مع الموت على معه فالتفتت إليه فالتفت إلى زوجتي وأولاده وأهل وقال لا تبقوا علي فوالله ما تعلقت بخطيئة منذ أسلم ثم فارت رطوه الطاهرة فصلى عليه الفاروق رضوان الله عليه وحزن نفقده هو الصحابة الكرام وعد بوته رزءا جللا حل بالإسلام وأهل